تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لضحايا السيول والفيضانات في ليبيا دشنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شحنة المساعدات الإغاثية الأولى إلى ليبيا تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المواقف الإنسانية التي يرسمها جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تؤكد حرص جلالته على تقديم المبادرات الإنسانية في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم مشيدا سمو بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا سمو تشرف المملكة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الليبي في أزمته الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة والتي تحتوي على المواد الإغاثية والطبية من جانبه ثمن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ثمن توجيهات جلالة الملك المعظم بإرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا موضحا بأنه بناء على التوجيهات الملكية السامية وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد تم العمل على تجهيز شحنة مساعدات عاجلة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية والغذائية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الليبي الشقيق في الظروف الراهنة إغاثة ومساعدة لكل محتاج ومنكوب تسير الرحلات والقوافل وتمد يد العون البحرينية تلبية لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس مجلس الأمناء ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية كلفنا جلالة الملك بتقديم المساعدات للإخوة المتضررين من السيول والفيضانات بدولة ليبيا الشقيقة طبعاً هذا لا يستغرب على مملكة البحرين قيادةً وشعباً الوقوف بجانب المتضررين والمنكوبين في كل مكان أكثر من أربعين طن من المساعدات تغادر البحرين إلى الأشقاء في ليبيا تنوعت بين مساعدات طبية وغذائية ولوجستية وضعنا قائمة وهذا القائمة بالتعاون مع المعنيين في ليبيا تكون عامة قائمة من ثلاثة تنواع رئيسية فيها بعض الأدوية وفيها كذلك القسم الثاني وهو عبارة عن الضمادات والأشياء الجراحي ليحتاجونها والقسم الثالث هو عبارة عن المحالية الطبية اللي يحتاجونها للحوادث في مثل هذه الأمر كوزارة عامة صحة وكقطاع صحي في مملكة البحرين عند هذه المسؤولية اللي دائماً نكون فيه جاهزية ليس فقط آنية في نفس الوقت ولكن نحن نتكلم عن مشروع قائم فالتوجيه ليس فقط لتوفير الشحن اليوم اللي الحمد لله بالعالمين تمكننا اليوم نرسل بهذه العجال بعد هذا التوجيه ولكن كذلك بتكون هناك في بعض المشاريع وبعض الخطط أنه من بعد عامة إجلاء هذه الكوارث صحياً الوضع الصحي لازم نتأكد منه هنا نتطمن عليه بالتواصل مع المعنيين في القطاع الصحي في ليبيا ونضع بعض الخطط اللي ممكن نحن كشعب بحريني في أشقاء في ليبيا أنه يقدر يدعمهم في الأيام القادمة هذا النهج البحريني الأصيل يعكس الدور البحريني الفاعل في مساعدة المنكوبين جراء الأزمات والكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم انطلاقاً من رسالتها الإنسانية النبيلة ومبادئها الإسلامية والعربية الصادقة جاءت هذه الشحنة العاجلة تلبية لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في ليبيا المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين